اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان فعاليات من البريد تمثل رحلة استكشافية في عمق تاريخ وتراث مدينة المنام العريقة باسواقها وفرجانها القديمة ومعالمها المعمارية كما تقدم الفعالية فرصة فريدة للجمهور للتواصل المباشر مع ثراء المدينة وجمالها وذلك كل يوم سبت خلال شهر فبراير الجاري واشار رئيس هيئة البحرين الثقافة والاثار لان اهمية هذه الفعالية تكمن في استمراريتها السنوية والذي يعكس التزام الهيئة بتعزيز الوعي الثقافي والحفاظ على التراث الوطني للاجيال القادمة طبعا احنا متواجدين اليوم في فعالية من اهم الفعاليات في سوق المنامة في النسخة الثانية من البريد طبعا اهمية هذه الفعالية تكمن في استقطاب الزوار في مملكة البحرين وايضا في دول مجلس التعاون لسوق المنامة وحقيقة التعاون ما بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة البحرين للثقافة والاثار هو تعاون مثمر جدا نرى فيه ان استقطب الزوار من شتى المناطق واحنا سعيدين جدا بتواجدنا اليوم مع زوار مملكة البحرين في هذه الفعالية اللي نعتبرها من الفعاليات اللي فريدة من نوعها التي منشأنها فعلا ان تضع سوق المنامة على خارطة السياحة الاقليمية من البريد احد الفعاليات التي تقيمها هيئة البحرين الثقافة والاثار من قلب المنامة للتعريف بهذا السوق العريق وما يحتويه من انشطة تجارية متعددة من البريد يأتي ضمن برنامج ربيع الثقافة هذا العام الذي نعزز فيه الجولات التفاعلية التي نقدمها الجمهور للتعرف على المواقع الثقافية المختلفة في البحرين هذا العام يأتي برنامج من البريد متنوع خلال ايام السبت من كل اسبوع في شهر فبراير ليعطي نبذة عن جوانب مختلفة من هذا السوق العريق يشمل على العديد من البرامج والانشطة التي تعزز مكانة السوق كوجهة ثقافية سياحية في البحرين اشتركوا في القناة